في خطوة حاسمة وغير مسبوقة اتفاق مشترك يهدف إلى تمثيل إقليم كردستان إلى جانب الحكومة الاتحادية دبلوماسيا في المؤتمرات والمحافل الدولية تمكن الإقليم من إرساء قواعد متينة في العلاقات مع بلدان العالم خصوصا في الجانب الاقتصادي والسياسي الاتفاق حول تشكيل لجان فنية طبعا اللجان الفنية تختلف مع اللجان السياسية من وظائف اللجان الفنية هي القيام ووضع النقاط على الحروف وبالتالي جاءت نوع من الآلية التي حلحلت المشاكل التي لا تزال عالقة بينها الجانبين أضف إلى ذلك هناك نوع من حراك سياسي ودبلوماسي من أقليم كردستان تجاه بغداد الغرض من هذا الحراك هو الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حولها على الأقل حسم موضوع أو ملف المالية ملف الاستحقاقات أقليم كردستان من موازنة الدولة العراقية يأتي هذا الاتفاق بعد أن شهدت العلاقات بين المركز وأقليمه تحسنا كبيرا بعد زيارات المتكررة والمتبادلة بين الطرفين كانت آخرها زيارة البرازانيين نيجرفان ومسرور إلى بغداد أعقبتها زيارة وفد وزاري رفيع المستوى إلى أربيل لحل خلافات ظلت عالقة لسنوات هناك مفاوضات جارية بين حكومة أقليم كردستان وحكومة بغداد المركزية بين أربيل وبغداد سيذهب الوفد من الأقليم إلى بغداد حول مسألة الموازنة في 2020 حصة الأقليم وكيف هناك اتفاقية حول مسألة النفط وبيع نفط الأقليم كردستان وحصة الأقليم من النفط الذي ينطي إلى بغداد هذا كله ضمن سياقات الوفد لأقليم الذي سيروح إلى بغداد في أقرب وقت ممكن وتوجد في أقليم كردستان ما يقارب من أربعين قنصلية ومكتبا أجنبيا وعربيا فيما أنشأت حكومة الأقليم قسم العلاقات الخارجية عام 2006 لتعزيز وتحسين علاقاتها مع دول العالم المختلفة اتفاق دبلوماسي مشترك ما بين المركز وإقليمه يعزج دوره سياسيا واقتصاديا مع محيطه الخارجي بشير الحسن قناة الفلوجة